تنضم إلينا الآن شبكة مراسلين من لبنان جوانا ناصر الدين ومن الداخل المحتل ورد قراقرة ومن الضفة الغربية حافظ أبو صبرى أهلا بكم وأبدأ معك جوانا كان هناك تحذير يوم أمس لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن 24 ساعة للتوصل إلى هدنة وإلا لبنان ذاهب إلى حرب كبرى كيف يفهم هذا التصريح اليوم وفي هذا الوقت مع بدء العد التنازلي لانتهاء هذه الساعات وكيف ترصدين رد فعل الشارع ونبض الشارع اللبناني إذا أذلك مساء الخير لنا ومساء الخير حافظ اسمح لي قبل أن أجيب عن هذا السؤال أن أتحدث فقط عن بعض الأرقام التي وصلت لرؤية هذه الأثناء هناك 60 شهيد في أكثر من 115 غارة استهدفت بلدات الجنوب فقط اليوم هذا فضلا عن الشهداء الذين سقطوا ليل أمس في الغارات الكثيفة على البقاع وعلى بعلبك بحسب هيئة الطوارئ اللبنانية 1540 شهيد و5410 جرحة منذ بداية الاعتداء الإسرائيلي الموسع على لبنان منذ فجر الأثنين هذه آخر الأرقام التي وصلتنا الآن أما فيما خص السؤال الذي سألته لنا بالفعل نبيه بري كان صرح هذا التصريح بالأمس وهو قال أن هناك اتصالات تجري بطبيعة الحال بالتوازي مع ما يقوم به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في نيويورك يبدو أن الكلمة اليوم كانت فقط للميدان ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة في الجنوب وفي البقاع في الضاحية وفي مناطق أخرى من لبنان فيما يتعلق بالمفاوضات ربما انتهت الأربع وعشرين ساعة الذي تحدث عنها نبيه بري ولكن بحسب معالمنا كان هناك اتصالات مكثفة في أروقة مجلس الأمن الدولي في محاولة لإيجاد صيغة أو اتفاق للتهدئة في لبنان ولكن يبدو أن كل طرف متمسك بشروطه ويرفض شروط الطرف الآخر في المقابل ما تقوم به إسرائيل شبهه البعض بعض المراقبون قالوا لرؤية أن هذا المسار يشبه إلى حد كبير مسار ما كان يجري في غزة حين يوحي الاحتلال بأنه قابل للتفاوض أو قابل لسماع مقترحات ولكنه على أرض الواقع كل ما يقوم به هو غارات هو استهداف للمدنيين هو تفاوض فقط بالدم وبالنار وهذا ما يحصل فعلا في لبنان لأن رغم كل ما كان يجري في نيويورك رغم كل الحديث عن هذه التهدئة أو عن قرب الاتفاق إلى تهدئة اليوم بقي الميدان مشتعل اليوم الرابع على التوالي أكيد أن الخوف كبير جدا لأن كل الساعات تمر الاعتداءات تكبر وتتسع دائرتها في كل مناطق لبنان وبالتالي هذا كله انعكس إحباطا وخوفا إضافيا عند اللبنانيين خصوصا وأنهم يعني تنفسوا الصعضاء بالأمس عندما بدأ الحديث عن تهدئة أو قرب الاتفاق إلى تهدئة في هذا السياق وإن كانت تهدئة مؤقتة ولكن اليوم بعد كل ما شاهدنا كل هذه الآمال يعني لم تجد لها سبيلا أبدا وما زلنا بالانتظار ساعات ترقب أيضا هل يمكن توصل إلى اتفاق يعني هذا أمر ربما مستبعت في الوقت الحالي لنا نعم أرجو أن تبقي معي جوانا وأنتقل إلى مراسلنا في الداخل المحتل ورد قراقرة ورد كيف هي الأوضاع الميدانية حيث أنت في الجليل أهلا بك وبحافظ وبجميع المشاهدين والزملاء نعم بداية لنبدأ بالحديث عن آخر التطورات على الجبهة الشمالية حيث دوت صافرات الإنذار قبل قليل في كل من منطقة كفر مندى ومنطقة سهل البطوف ومستوطنة مستعمرة يوتفات لنبدأ بالحديث أن صافرات الإنذار دوت يعني قبل نصف ساعة أو أقل من هذه الساعة جراء أطلاق رشقة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان من حزب الله ربما اتجاه الداخل المحتل واتجاه منطقة كفر مندى هذه المنطقة هي ليست بحدودية بل هي منطقة نحن نتحدث يعني تأتي في العمق أكثر في المنطقة الوسطى ففعلا يعني هذه المنطقة منطقة كفر مندى ومستوطنة يوتفات وكل هذه المنطقة المجاورة لها دوت بها صافرات الإنذار خلال الأسبوع الأخير في أكثر من مرة الحديث أكثر يعني هذا فعلا وهناك حديث يدور الآن عن سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة بالقرب من منطقة البطوف وسهل كفر مندى هذا الحديث الأولي لكن أيضا لنعود مرة أخرى أنه في كل المناطق وفي كافة المناطق دوت صافرات الإنذار في هذا اليوم يعني عندما نتحدث بعد غياب أكثر من 17 ساعة من عصر يوم أمس حتى صباح هذا اليوم كان هناك فعلا كانت الليلة الأخيرة هي ليلة هادئة لكن اليوم عادت السماع أصوات دوية السفرات الإنذار والإنفجارات على الجبهة الشمالية في كافة المناطق نتحدث عن صفد ومحيطها نتحدث عن منطقة طبرية عن منطقة الناصرة ومرج بن عامر والمحيط لها وأيضا منطقة البطوف وكوفر مندى تحديدا وأيضا كان هناك صفرات من دور هذا اليوم دوت في منطقة عكا وخليج حيفا كما أعلن قبل ظهر هذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض هذه القضائف ووقعت وسقطت بداخل البحر هذه آخر المستجدات على الجبهة الشمالية لكن ننوه لشيء آخر وهو على السياسة الإسرائيلية عندما كان صباح هذا اليوم تفاؤل من حول التهدئة وإنهاء وتوصل إلى صفقة مع لبنان وحزب الله ما بين الاحتلال وحزب الله لكن قبل قليل عند وصول رئيس حكومة تل أبيب بن يمين نتنياهو إلى نيويورك خرج في بيان رسمي أنه حتى هذه اللحظة لم يوافق على أي صفقة مؤقتة لا خلال ساعات ولا خلال أسابيع إنما هو وكل كل من وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال وهو من اليمين هو من يتوصل مع الإدارة الأمريكية ويدوير هذه التقاوض لكن هناك شيء آخر يعني مع انتهاء نعم سيتحدث أكثر عن هذا الموضوع مراسلنا حافظ أبو صبرة عذرا منك الوقت داهمني شكرا لك من الداخل المحتل مراسلنا ورد وأنتقل إليك حافظ أبو صبرة تحدث ورد عن بيان لرئيس وزراء الاحتلال بن يمن نتنياهو ما هي الأصداء حول زيارة نتنياهو إلى نيويورك وبالإجمال كيف رصد مواقف ساسة وأحزاب الاحتلال وحتى صحافة الاحتلال إزاء الحرب على لبنان وتحديدا عند الحديث عن أي اجتياح بري محتمل سأبدأ من حيث انتهيت فيما يتعلق بالصحافة العبرية هناك انقسام بين منوئين لنتنياهو ومؤيدين لنتنياهو هناك الكثير من وسائل الاعلام العبرية التي تعتبر متحدثة باسم بن يمين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال من هذا المنطلق تنقسم وسائل الاعلام العبرية في موقفها تجاه ما يتعلق بالأنباء التي كانت تتحدث عن وجود محادثات لوقف اطلاق النار أو أن هناك قرارا سيصدر ما بين الجانبين فيما يتعلق بوقف لإطلاق النار حتى يعني وزراء الاحتلال كانوا منقسمين في هذا الشأن بينك فير وسموتريتش يقودان تيارا يهدفوا للضغط على بنيمين نتنياهو للقيام باجتياح بري لإنهاء المسألة كما قالوا فيما يتعلق بالواقع على الجبهة الشمالية وكذلك كثير من وسائل الاعلام لكن في الأصل يتفق الجانبان المناوئين لنتنياهو خطته وأداءه وسياسته العامة والمؤيدين له يتفقان على ما يتعلق بما تفرضه الرقابة العسكرية الإسرائيلية حول كل الخسائر أو ما ينتج عن استهدافات المقاومة اللبنانية في مختلف أنحاء المناطق الواقعة ضمن خط النار الذي تحول من حيفا مع أول أيام هذا العدوان وصولا إلى مناطق مرج بن عامر التي تبدأ من العفولة وتنتهي عند مشارف الضفة الغربية في الجهة الشمالية والشمالية الشرقية منها من هذا المنطلق فيما يتعلق بالاجتياح البري أو وقف إطلاق النار هناك عملية تحريد كبيرة يقودها تيار اليميني المتطرف الأضخم في الكيان الإسرائيلي المحتل بهدف الإجبار نيتنياهو أو دعوة نيتنياهو أو مطالبة نيتنياهو على تنفيذ هذا الأمر تبعا لما يقولونه بأنه سيقضي على حزب الله بشكل كبير على الجهة المقابلة ما زالت الصحافة العبرية المناوية له تشكك فيما يتعلق بكل التصريحات الصادرة عنه وعن وزراء حكومته ومسؤولي الجيش الإسرائيلي المتعلقة بالقضاء على قدرات حزب الله هناك تشكيك كبير في هذا الأمر سيما من العسكريين السابقين وهم من كبار المسؤولين في السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يقولون بأنه كل هذا كلام هراء بهراء وأن قدرات حزب الله لم يظهر منها سوى عشرة بالمئة وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وغاراته المكثفة على مدار الأيام الأربعة الأخيرة لم تستطع القضاء على خمسين بالمئة كما يقول المسؤولون العسكريون الذين ما زالوا على رأس عملهم سيما النواطقين باسم الجيش الإسرائيلي من هذا المنطلق زيارة نتنياهو إلى نيويورك تحمل أهمية كبيرة فيما يتعلق باقتربنا من الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر ومن هذا المنطلق يسعى نتنياهو وفق الصحافة العبرية للحصول على تجديد لشارعية الإبادة الجماعية التي ينفذها اليوم على نطاق أوسع منه قبل 11 شهر والإبادة الجماعية التي بدأت في غزة مستمرة في الضفاء الغربية وانتقلت إلى لبنان وتتسع بشكل أكبر وأكبر على نسق تحريضي كبير نتنياهو يسعى للحصول على تجديد لشرعيته من خلال إعادة الأكاذيب وتزييف الحقائق التي استيقظ المجتمع الدولي سيما الشارع الشعبي في كل الدول المساندة للكيان على مدى زيف هذه الادعاءات ومحاولة تحويلها إلى حقائق منذ السابع من أكتوبر يبقى أن نقول بأن هناك حديث وسائل الإعلام العبرية بين نتنياهو كان يود أن يتطرق إلى أنه سينهي القتال الشديد في قطاع غزة وأنه متشجع كثيرا للانفتاح أكثر على الجبهة الشمالية فيما يتعلق بخوض اشتياح أو دخول بري إلى مناطق جنوب لبنان للقضاء على قدرات حزب الله وهذا الخيار الذي على الأغلب أن نتنياهو لن يذهب إليه لأنه يتعرض لضغوطات شديدة من قبل وزراء في حكومته وإتلافه اليمين المتطرف سيما بنكفير الذي يحمل كرت الانسحاب من الائتلاف الحكومي كلما ذهب نتنياهو نحو إجراء يتعارض مع يمينيته المتطرفة الهادفة للذهاب بعيدا وبعيدا أكثر فيما يتعلق بمشروع استعماري لا يطال الضفة والقدس والداخل وغزة بل يطال الدول في محيط هذا الكيان نعم شكرا شكرا لك حافظ أبو صبرى كتمعين مدينة نابلس في الضفة الغربية